قبل ظهور المسيحية وقبل ظهور الإسلام هل كانت هناك أديان حقا؟ والسؤال الأكثر من هذا هل كانت هناك أديان حقا بعد المسيحية والإسلام؟ أو هل أن المسيحية والإسلام هي أديان حقيقية أم مجرد كلمة أو مفهوم أو مصطلح أطلق عليها لكنها لا تعني الدين بالضرورة كما يفهمه كثيرا أهلا بكم أصدقائي وحلقة جديدة من أوهام الدين معكم منصور الناصر هل كانت هناك أديان حقا قبل المسيحية والإسلام؟ شخصيا لا أعتقد بل أضيف لهذا أمرا مهما لا بعدهما أيضا أي أن لا دينة بعد المسيحية والإسلام بل أن المسيحية والإسلام ليس دينين بالمعنى الحقيقي للكلمة كما يجري الإصطلاح عليهما الأمر يتعلق كما أرى بتسميات إصطلاحية حديثة لا علاقة لها بما هو متصور لدى الناس عموما سواء من الطبقات البسيطة أو الطبقات المتعلمة هذه تسميات إصطلاحية حديثة علمية يتداولها الباحثون وأدي حلقة أو أدي مقال طويل جردت فيه تقريبا خمسين تعريف تعريف شهير من أسماء مهمة للدين أنا أيضا عندي تعريفات خاصة في القناة وحدثت هذا التعريف أكثر مرة وفكرتها تدور على أن الدين هو القطيع بشكل أو بآخر القطيع البشري لن أناقش قضية المصطلح وحل أن الدين ما علاقة الدين كتعريفا وأصطلاحا وتاريخ هذا التعريف وتاريخ كلمة الدين في الأكادية وأندي البابلية وأيضا عندي السومريين كان معناها كلمة دي دينو أدي لك دين دين أيضا بالعبرية تعني الحكومة والقضاء بريليجين تعني أكثر من معنى عدل باللاتينية لها علاقة بالارتباط لها علاقة بكثير الأمور عفنا من هذه كل هذه الأشياء لكن بالنتيجة المحاصلة النهاية أنا أتحدث عن هذا الدين الذي هو موجود على الأرض الذي جرى فعلا على الأرض بغض النظر عن التسمية والتعريفات أو حتى البحوت على الأرض ما هو هذا الدين كيف يتعامل معه الناس كيف يفهم الناس هذا الدين هذا الدين مبدئين أقول هذا الدين دائما الموجود المسيحية والإسلام باعتبارهما أكبر ديني دينان لديهما لكل منهما إله خاص به وهذا الإله عدل المسيحين يسمى المسيح أو الرب أو أقاط بالإنجليزية وأقاط يختلف تماما عن الله الله هو التسمية السامية في المنطقة السامية تحديدا وليس هناك لفظ آخر حتى المسيحيين يستخدمون كلمة الله لهذا الإله لكن المعنى يختلف الإله المسيحي يختلف حتى بالنسبة لوجة نظر المسيحيين أو تصور المسيحيين عن هذا الإله تختلف أيضا السلفيين تصورهم عن الإله يختلف عن تصور السنة على اختلافهم وتصور الإله الله هو نفسه لكن الأشكال مختلفة حسب كل ملة وكل قوم وكل مذهب حتى بالتفاصيل أنا أعتقد بالتالي كل ما كان موجود أنا أطلقت حكم بالبداية وقلت أنه لا قبل الدين المسيحي والإسلامي كان هناك دين ولا بعد الدين المسيحي والإسلامي ومعهما الدين المسيحي والإسلامي كان هناك دين كان دائما هناك صورة هلامية عن الدين وأيضا هذا الدين مرتبط دائما تجده بالإله فإحنا عندما تمسك الإله تفقد الدين عندما تمسك الدين تفقد الله والكل يدعي بوجود صلة بين هذا الإله وهذا الدين يعني أشبه بلعبة الكترون والموجة بالنظرية الكوانتوم ميكانيك المهم كل ما كان موجود بالحقيقة هو آلهة مدن لم يكن هناك في يوم من أيام إله لأي دين لكن الاختلاف وين أين حصل حصل عندما بدأت المدن تتحول إلى دول وعندما مجموعة من المدن بدأ يحكمها إله واحد أو يحكمها حاكم واحد وهذا الإله الذي كان يحكم مدينة محددة مثل بابل كان يحكمها إله أو يعني تعبد إله هو إله مردوخ بمعنى ما يعني هو القانون الذي تسير عليه هذا المدينة هذا الحال حال إله المدينة هو استمر حتى ظهور المسيحية وتبني الإمبراطورية الرومانية لها وبعدها البيزنطية هذا الحال هو بالضبط إله بابل عند مردوخ إله آشور عطم إله آشور نينوى وأثناء إله الحار السمالة أثناء وطيبة أيضا لديها إله وكل المدن القديمة لديها إله إله خاص بها أما إله إمرأة الأنثوية أو إله ذكري العموما هذا الإله المدينة كان إذا يريد يتوسع أو المدينة ذا تريد تتوسع تهيمن على مدن أخرى عندك لا تست يعني يعتبر إله المدينة الأخرى إله المهزوم فيصبح هذا الإله هو تابع للإله الذي خاص بالمدينة القديمة والسبب منطقي جدا لأنه أنت عندما تعكم الآخرين كيف تعكمهم تعكمهم بالإله بالشريعة الإله الذي أنت عليه عندما كان سابقا يقول الناس هذا إله هذا المنطقة كان هو تورية لمصطلح عام يوضح بأن هذا الإله مثلا عندما يقول مردوخ هو الإله الشريعة شريعة بدينة بابل أو حكم إمبراطوري البابلي أو مملكة بابل أو الشعب البابلي فالشعب البدينة هو هذا يحكم بوفقا لتعاليم وقيم وعادات وتقاليد ووصايا الإله مردوخ وهكذا في أشور وصايا لكن لما يكون الناس يتصورون بأن هذه فكرة ستتحول إلى فكرة مجرد حقيقية كانت الناس برأيي وعند شواهد كثيرة هذا سأعرضها لاحقا أن الناس لم تتصور أن هذا الإله هو شيء موجود في الكون أو يحكم الكون لم تتصور أن هذا الإله يمكن أن يكون لشعوب أخرى بعض الباحثين يقولون بأن هذا الإله تحول إلى المدينة تحول إلى الإله بالإمكان أن يكون إله الجميع الجميع البشر وهذا التصور غير صحيح لا أعتبر دقيق لأن الإله المدينة لا يمكن أن يتحول إلى إله الكل لكن ممكن أن يخضي على الآله الأخرى مثل ما تخضي مملكة على أخرى هذا الفرق الكبير المهم متى بالضبط تحول تحول فكرة وجود إله مدينة إلى فكرة وجود إله دين هناك فرق بين إله مدينة وإله دين تحول الفكرة عندما بدأ هجوم أو بدأ الإسكندر المقدوني باختحام بلدان الشرق العالم القديم بأكمله ووصل إلى الهند وشرقا وإلى عبر المغرب وصل إلى ليبي أيضا غربا وهناك تعبد يعني زار أعتقد منطقة بنغازي كان هناك معبد للإله آمون شيء من هذا القبيل وأعلن هناك أنه من سلير الآلهة شيء من هذا ما أذكر تفاصيل بالضبط على كل حال تحول الإله الدين يعني الإله المدن أصبح فكرة قديمة عندما أجل إسكندر وطرح وقبل في زمن الفلسفة اليونانية انتشرت انتشرت فكرة الخير فكرة وجود إله واحد أو فكرة وجود وجود معنى كل واحد يشمل البشر جميعا لم تعود هناك لم يعد تصور لوجود بشر مختلفين عن بعضهم ولكل ملة وكل جماعة ولكل مدينة إله الخاص صارت فكرة أنه لماذا نحن نتعبد لقانون واحد أو نخضع لقانون واحد ولشريعة واحدة شريعة خاصة بكل مدينة وكل قوم وكل ملة لا كل إحنا بشر ولدينا أشياء مشتركة والفلسفة اليونانية فكرة الخير هي فكرة عامة فلماذا لا نحول إله المدينة إلى إله الدين إله الدين وليس إله فأصبح هناك أصبحت هناك فكرة دين واحد وهو هذا الدين الذي يشرع على جميع وعلى جميع الانضواء تحت انتشرت هاي الفكرة وظهرت الفكرة اليونانية اكتسحت المنطقة وأصبحت أمر لا يمكن مناقشته حتى يومنا هذا الدين الإسلامي عندما تجي المرتكزات الأساسية قائمة على فكرة وجود إله إله ديني إله لكل دين كان سابقا لا يوجد دين كان يوجد إله مدينة وإله المدينة ويوجد كهنة وإله الدين هذا الدين موجود داخل مدينة هو هناك إله المدينة نفس لكن الدين لم يصبح هناك الدين لديه إله خاص به هذا الفرق الهائل والكبير يعني أنا أول مرة يعني ما سامع أحد طرح هذه الفكرة أنا أعتقد هذه الفكرة مهمة جدا وتقدم أن أداة لفهم أداة ممكن أن نفسر بها كثير مما حدث عمر التاري وحتى يومنا هذا لأنه لماذا لأنه نشعر بوجود مشكلة إنه ما هو هذا الدين هل هو إله هذا الدين هو ينطبق على البشر جميعا أم ينطبق على جماعة محددة لحد الآن هذا السؤال لم يجب عليها أي دين لا المسيح ولا الإسلام الإسلام يقولك لا إحنا بس ما موجود غيرنا فهو لا يدعي بأنه الدين هذا الدين ينطبق على الجميع لا يقول هذا الإله إله الدين وليس إله الآخرين الآخرين كفر خارج الدين أن الدين عند الله الإسلام المسيحيين أعطوا فكرة مشابهة فبالتالي أصبح من إله مدينة ارتقى وأصبح إله ديني إله الدين فكان لزاما بعد ذلك اختراع الدين كيف يتم اختراع الدين هذا مسألة صعبة لأنه كانت وين كانت المشكلة وين حتت الخانق الضيق اللي وقع بي هؤلاء كيف يمكن أن نحول هاي الفكرة الفلسفية اللي اختراعها فلاطون اللي هو أبو المثالي وابو الميتافيزيق بطل العالم بطل التاريخي بالميتافيزيق المثاليات هذا الإيديال كيف نحول من إله مدينة محلي إلى إله دين كامل زينا هنا الإله الدين موجود إله المدينة موجود هذا الإله كيف نخترع له دين خاص به يجتاز أو يتجاوز الحدود والمعوقات البشرية والمدينية والسلطانية والحكومية والملكية والشعوب يعني يتجاوز كل الاختلافات المذهبية والدينية والشعبية في ذلك الزمان فهنا أصبحت المشكلة كان يلزم بالتالي اختراع دين خاص لهذا الإله الإله هو القديم موجود لكن يجب أن يتصف بصفات جديدة هذه الصفات جديدة كان من الضروري اختراعها بالكامل واختراع بعد ذلك البتدينين أو المؤمنين التابعين لهذا الدين أي أن الدين الإسلامي أو ما يسمى الدين المسيحي خاصة جرى اختراعها بالكامل وأيضا جرى اختراعها الإله هذا الدين الإله هذا الدين جرى اختراعها من قصص قديمة أو أدى خزائي الماجدة أدى كتاب الحلقة يعني نقطة الاتصال بين الأجان القديمة والأجان والأجان التوحيدية راح مبالي الأنوان حلو المهم فهذه هنا تحول الدين أصبح اختراع الدين ضروري هذا الدين كيف يهجر اختراعها هنا المشكلة الخطيرة كيف نختراع هذا الدين بدأت بدأت يعني الفكرة انتشرت كالنار بين بين الهشيم وطلعت مذاهب كثيرة بينها غنوصية بينها مانوية صراعات لا أول لها ولا آخر حتى الأكوديان كثيرا قرضت لكن كلها كانت تعوم على هاي الفكرة فكرة وجود جماعة بشرية واحدة مصير بشري مشترك بسبب يعني استياد المخترعات اللي تجعل الناس يعني الشعوب والمدن المختلفة متصلة مع بعضها وأيضا هاي الشعوب بدأت تشعر بأنها محتاجة لبعضها ولا يمكن التخلي عن بعضها على الإطلاق هذا عنده حديد ذاك أنه هذا عنده حنطة هذا عنده فواكه هذا يعني ملابس وهذا عنده بخور هذا عنده كذا ملح والمنتجات لا بد من التعاون بالمشترك بين جميع شعر شعر الجميع بأنهم بحاجة إلى بعضهم البعض وشعروا بالتالي بأنهم كائنات بشرية من نوع وجنس واحد ولا بد من أن يكون هناك عوامل مشتركة يعني عوامل فهم التفاهم مشاعر مشتركة حاجات مشتركة وهكذا باعتبار كلنا جنس بشري سيكون اختلافات تفصيلية لكننا نبقى في النهاية نحن هناك شيء شمولي يجمعنا جميعا الاختلافات النسبية تبقى نسبية لكن مسألة الشمولية تبقى موجودة وعلى أساس هذه الشمولية جرى اختراع الأديان الشمولية يعني طبعا لا بد نقول يعني مو نقول أن هذا الشيء الشمولي هو سيء بالضرورة لا أكو أشياء شمولية جيدة يعني لا يمكن أن نقول بأنه كل شيء شمولي هناك طبعا ترجمة سيئة كلمة التوتاليتارية يعني بها نوع من ديكتاتوري لكن هناك موضوع مختلف الشمولية فيها جانب جيد والنسبية أيضا فيها جانب جيد لكن كلهما أيضا بهم جانب السيء لكن علينا أن لا نخلط بين الأمرين هنا نناقش الموضوع كيف جرى اختراع هذا الدين الذي يجب أن يكون متوافقا أو منسجما مع الآلهة الجاهزة اليهود اختاروا إلههم يهوى في فترة مبكرة أكثر ناس تفكير أو بكروا في هذا الموضوع بعد ذلك اختار المسيحين اختاروا المسيح وفكرة هي أصلا علاقة بالآلهة القديمة العلاقة وطيدة في هذا الموضوع فكرة الإلهة الذي يموت وينزل إلى العالم لسر بعد ذلك يقوم من عالم الأموات وهذه الفكرة هي ممكن تكرر العلاقة بدورة الطبيعة والربيع والخريف والشتاء لكن هي تطورت بفعل وتلقحت مع التجربة مع الفلسفة اليونانية وهذه بسألة لم تعد يعني ليست بالأمر الخفي هذا الدين المشكلة وين صارت المشكلة صارت بأنه أنهم لم يصنعوا دينا ينسجم مع الجميع وأعتقد أنه هذه المشكلة لم تكن لم يكن بالإمكان تصور شيء آخر غيرها اخترعوا دين قالوا هناك إله واحد وهذا الحل سهل طبعا قالوا هذا الأسهل قالوا هذا الأسهل بالتفكير وليس يعني بجانب العملي نظريا نقول لك هناك هذا الإله هذا أنا أفضل إلهنا الخاص نعبده فبالتالي على الجميع يعبدوه بدلا من أن نفرض هذا الإله وقوانين وشريعة هذا الإله نحول هذا إلى إله للسماء نبعده عن الأرض وما دام هو على السماء فبالتالي هو يكون إله للجميع بغض النظر عن مرجعيتهم لمدينة فلم يعود نالك إله للمدينة إنما إله للسماء أي إله للدين فإذا ما يكون بالسماء كيف يمكن أن يكون هناك ألاقة بينه وبين الدين جرى اختراء الفكرة اليهودية العبقرية وقالوا أنه لا خلاص هذا الإله هو موجود في كل مكان وإحنا أينما نذهب يكون هذا الإله معنا تطورت الفكرة وانتشرت في المنطقة العربية الشرق أوسطية أصبحت فكرة تجريدية وتحول هذا الإله من مسألة شبه ملموسة أو خاصة أو محلية إلى فكرة مجردة وهنا انقلب الحال كان الإله الإله المحلي كانت هناك السلطة حاكمة ملك ومملكة يقول لك أنا ممثل الإله لأنه من هو الإله الناس يعني الناس هم الذين يعبدون هذا الإله وهم الذين يراعون هذا وهذه الشريعة خاصة بهم يأتي ملك يحكمهم باسم هذا الإله الذي هو إله الناس يأتي هذا الإله ويحكم عندما أتى الأديان التوحيدية وأنا ما أريد أسميها أديان توحيدية هي أديان قالت بأن هناك إله واحد والكل البقية ليسوا بآلهة أو آلهة صغار هامشين فهي تطورت الفكرة من آلهة صغار بعد ذلك تحولوا إلى ملائكة وشياطين الآلهة الأخرى فبالتالي قالوا لا إحنا ما نريد هذا الشيء إحنا نريد إله الدولة الدولة كانت هناك للناس هم يضعون شريعتهم ويأتي ملك يمثلهم ويسير أمور شريعتهم أجت الأجاج فصلوا بين صنعوا دينا طبقيا أنصريا خاصا وما زالت حتى هذه اللحظة تجد هناك إلهان إله شعبي وإله عام الإله العام هو الذي يمثله رجال الدين والكهنة ورجال السلطة وأما الإله العام هو إله الناس الذي لا أحد لا أحد يعتقد بوجود فاصل أو اختلاف بين إله العام والشعبي والإله الخاص الطبقي العنصري الخاص بالطبقة الحاكمة والتي يمثلها طبعا هؤلاء الرجال الدين الآن هم الآلهة بصراحة يعني هم ليسوا رجال الدين بالحقيقة رجل الدين الذي يدعمه والحاكم هو الإله نفسه وبل هو أعلى مرتبة من النبي بدليل أن الناس لا تخاف منه وتخاف من التعرض له أما إله الناس لحد الآن عندما تروح لأي مكان شعبي تسألهم ما هو الإله لا يعرف شيء لكنه في داخل الصورة عن إله صورة مختلفة عن الصورة التي موجودة في ذهن رجال الدين هاي الصورة بالمناسبة أيضا هناك تعقيد عليها أكبر أنه رجال الدين في المنابر وفي الجوامع في كل مكان هالا أنفسهم ينشرون صورة لإله مختلف تماما عن الإله الحقيقي الذي هم يعتمدون عليه أي أنه هؤلاء وظيفتهم ليس نشر الإله الحقيقي الذي الذي تؤمن به أو تجري على سننه وشريعته الطبقة الحاكمة سواء من الطبقة التشريعية أو الطبقة السياسية العسكرية الحاكمة السلطة تجد عندما نتحدث على الخطاب العام كيف هذا إله طيب تسأل النساء البسيطات في المزارع في المعام في الشوارع في البيوت البسيطة في الحارات التسألة ما هو الله من هو الله لا تعرف فيه الله هو كذا سراحية ملكرية ملكذا لكن أي شيء آخر ما تعرف ويتمسكون بالعادات اللي يتمسكون بالإله المدينة القديم تجد لكل مدينة إله الخاص وبهذا بشهادة أنه ما زلنا الآن أي مدينة تروح بالشرق طولا وعرضا تجد هناك مرقد أو مزارع يحتفي به الناس بالضبط الطريقة القديمة الذي يبدو أن الذي يحدث هو إنكار وجود إله الشعبي أو الإله المحلي وتخصيص إله الدولة الدولة الامبراطورية التي تحكم الجميع بغض النظر عن عبادة هؤلاء لهذا الإله لا إنما عليهم طاعة هذا الإله فقط هما يطيعون مثل الآن الساعة الدماء لكن الدماء الرسول فتح مكة وانضم الناس للدين الله أفواجا لكن هو أيضا قال قال آمنتم أنتم أسلمتم لكنهم لم يدخل الإيمان قلوبهم يعني آية صريحة معروفة فهو بالمعاني أنه الرسول كان يريد مسلمين لا يريد مؤمنين ولا يبالي بالعمر وهذا هذا تصرف صحيح يعني سياسيا تصرف صحيح لأنه قال قال أنا أريد ناس مؤيدين ما أريد معترضين أريد ناس خاضئين متئئين بغض النظر عن إيمان قال أنا ما أعرف بقلبهم أنا أضل أنا أضغط عليه وأقتل من يعترض طريقي وخلاص أضل أنا شو اللي أقتل بي أنا هو خاض وخايف من عندي ويطبق أي شيء أقوله ويذعن لكل قراراتي وأوامري وحاجاتي فبالتالي خلاص هي هالفكرة فكرة الدين الآن أصبح إله الدين هو مختلف تماما عن إله المدينة معنا المعاني أصبح الدين دولة أو أصبح الدين مسألة مجردة إلى علاقة بالقوانين التي تسير إمبراطوريات وليس تسير ممالك صغيرة وهذا سر الخلاف الخطيرة الذي حدث في تاريخنا تاريخنا من ميلاد المسيح حتى يومنا هذا تاريخ مرتبك مدمر هناك طبقة حاكمة كهنوتية وبقية الناس هم عبيد ولهذا السبب قالوا تجد الآيات تقول أن ما خلقنا الإنس هو الجن اللي يعبدون لماذا لأنه هو انفصل ته يعني أصبح الطبقة الحاكمة هي الطبقة الكهنوتية التي تعرف الله حق المعرفة أما البقائين فهمجوا الرعاء وهذه عبارة عبارة مشهورة من الصحابة كرروها عشرات المرات بل أن الغزالي هو الأكبر علماء السنة بالقرن الرابع والخامس الهجري يعني بداية القرن هامس الهجري قال أنه تصدر كتاب خاص الجام العوام عن عن علم الكلام وما ذكر بالضبط راحة من بالله بسجع يعني ما لهم ألاق لك العوام لا يفهمون شيء بدلا من أن يقول تعالوا نساعد هؤلاء الناس ولا نلجمهم نطهم الحريات الكاملة باعتبارهم وناس حقيقيا لا وبالنسبة لا يعني إله الدين هو إله إمبراطورية وليس إله مدينة فالمدينة بالتالي مسألة عابرة ممكن الإله مدينة ممكن قضاء عليه وقضاء على كل من يؤمن به بسهولة لكن إله الإمبراطورية يجب أن يتخذ الصفر الإمبراطورية شوف عندما تجي على أسماء الله الحسنى يقول لك هذه مواصفات الإمبراطورية كاملة بغض النظر نحن الآن نتحدث عن فكر لا يأحد يطول لسانه ويقول أنت تتحدث وتكفر نحن الآن في معرض الفكر والنقاش وليس في معرض لسنا في جامع حتى أن أتملق مثل ما يتملق الآخرون أنا الآن في واحد الفكر والتفكير والنقاش من يريد أن يتملق ويواصل التملق ويواصل الانتماء للقطيع والدعاء بأنه ملتزم بأوامر القطيع وبمزاج القطيع فلا يدخل معنا في النقاش هذا مكان غير مناسب له يزعجنا ونزعجه في النتيجة ظهرت الأديان التي تسمى أديان المسيحية والدين الإسلامي هو كان محاصلة بينهما ظهر الدين المانوي طبعا المسيحية يقولون نحن لسنا بدين المهم وهذا موضوع آخر ما لنزهر بتفاصيل الأمر تغير كما قلت بظهور هذين الدينين هذين ماذا فعل هذا الدينان دينان حارب كل دين آخر سبقهما أو وجد في أو ظهر من خلاله أو اعتاش على الأفكار والقصص والحكايات التي يعني قصص الخلق والتكوين الموجودة ضمن التراث الثقافي والديني للمنطقة لكن كيف حكم وكيف حرك الديان الجديدة طبعا هم بالتأكيد مقدموا صورة جديدة للدين وتبرعوا بأنه هناك مصير إنساني مشترك وعلى الجميع فكرة فكرة عظيمة طبعا لا يمكن أنه ننتقدها يعني أنه كان هو أكو 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 صراعات إنسانية كبيرة في ذلك الزمان أنتجت وأفرزت هذين الدينين العظيمين بماذا تميزها على الجميع بأنهما طرحا فكرة إله وجود إله لدين وليس إله لمدينة إله الدين دائما بالضرورة يكون إله في نوع من التجريد نوع من بمستوى فكري عالي وهذا يطلب كما قلنا بالجزء الأول المقطع الأول من المحاضرة إنه هذا يطلب أن يكون هناك مستوى عقلي أو مستوى طبقي أو نخبوي خاص بهذا الدين هو أصلا كان هناك نخبوية دينية للكهنة لكن قبل يعني بالآلهة آلهة المدن لكن كان أقل درجة وأقل تنظيما من الدين الجديد بسبب ظهور الفلسفة اليونانية والتفكير العقلي والمنطق وما إلى ذلك فكانت توفرت أدوات فكرية ومنهجية تسمح لظهور أديان من هذا النوع كان فقط يعتاج أن يكون هذا الدين شامل على الجميع بدلا من أن يسمح بالتنوع لكن لا افترض بأنه على الجميع أن يخضعون لإله واحد وليدين واحد وكل الأديان الأخرى هي خطأ بإيه فكرة الدين الصحيح وفكرة المثال الصحيح الذي طرحها أو مثال الخير الذي أصبح الإله عند الأديان التوحيدية هذا الدين كما قلت فكرة إله الدين هي فكرة التي غيرت مجرى التاريخ حتى يومنا هذا هذا التطور الجديد أدى بالنتيجة لأن تصبح الحروب ليس بين المدن والممالك وبالتالي بين إله كل مدينة وكل مملكة يرعاها إله محدد فالمعارك بما بينهم تستمر على هذا المنوال أصبحت لا الصراع بين الآله نفسها أي أن الشريعة يجب أن تسود الشراعي الأخرى كان مثلا عندما يأخذون المناطق يقررون سياسة السبي أنه يقول لك إله مالتك أنا أدمر إله مالتك لكن أنا لا أعطيك إلهي إله الخاص بي أنا لا أمنحه لك إله مالتك لم تجد لا لا توجد هذه الفكرة لم تكن موجودة بين الطبقات الحاكمة في ذلك الزمان وبين الشعوب عموما يقول لك كيف يمكن أنا هذا الإله مالتك كيف يمكن أن نعبد إله لمدينة أخرى هذه مسألة لا تدخل في الذهن على الإطلاق يعني شيء غير ممكن مثل واحد يقول لك يعني أبدل زوجتي أو أبدل أولادي أو أبدل أبناء منطقتي فأني أنا متعودة أعيش معهم فكيف ممكن هذه الشريعة التي تجمعنا معا كيف يمكن أن أأتي بالشريعة أخرى وأفرضها على نفسي ممكن هذا يكون فقط عندما أنا أتخلى عن شريعتي لأن أنا أجد أن تلك الشريعة أفضل من هذه الشريعة فهذا أحيانا بعض المدن قبل الديانة التوحيدية تأبد أكثر من إله وتفضل إله على آخر وأيضا لهذا أحيانا عندما ترك موسى الشعب اليهودي الذي حسب القصة اليهودية تركهم أربعين يوم صعد للجبل حتى يجيب الشريعة الألواح الشريعة لكن عندما هبط لقاهم ويعبدون بعل وابدوا الجاموس ليش لأن هما لك إحنا هذا الإله ما تختفى يعني بطل يعني ما ما يمارس عمل إحنا أربعين يوم ننتظرك التماجية فإحنا كيف نسير أمورنا يعني توعدتنا بأن تأتي لنا بشريعة تحكم الألاقات بما بين وترتب الأمور لكنك تأخرت أربعين يوم وانتظرناك عشرة أيام عشرين يوم ثلاثين يوم فاضطررنا إلى وضع شريعة خاصة بنا يعني بالضبط كمان صور الآن مدينة مثلا أو دولة يسقط النظام بها أو يسقط القانون وتسقط كل الشرع التي تسير حياة الناس فإحنا كنت أربعين يوم تركتنا يعني لا يمكن أن نبقى بدون شريعة بعدما انهبط ووجدهم يعبدون الأجل وجعلوا منه يعني وتبرعوا بالذهب من أجل هذه الفكرة ليست الأجل فكرة أنه أنه شريعة هذا الأجل هو رمز لهذه المسألة فكان رمز الالتزام بهذه المسألة فبالتالي هذا الموضوع هو الذي كان يشغل الناس هذا التطور الجديد الذي طرح من فكرة الوجود شريعة شريعة تشمل اليهود فقط أخذها الآخرين وقالوا أنه خلاص اليهود هي هذه الفكرة التي انتشرت بين المسيحيين وخاصة المبولسر السول هو الذي اختراح هذه المسألة لماذا؟ لأنه متشر بالثقافة اليونانية وهو أيضا مواطن روماني طبعا لأنه لها سبب استطاع البقاء ونشر دعوته من هنا أصبحت الحروب ليس بهدف الاستعواض على أملاك الآخرين لا أصبحت الفكرة بأنه هناك مشروع بشري كامل وأن البشر الآن كلهم عبيد لإله واحد وهؤلاء العبيد يجب أن يتوحد شاء أم أبو لأنه المسألة أكبر من أن تكون مسائل شخصية ومسألة هذه المدينة وتلك المدينة لا يجب أن يخضع الجميع لإله واحد والإمبراطور واحد وملك واحد والكل خاضعين راضين مختنعين والموت لكل من يعترض على هذا الطريق أتى الإسلام وكرر هذه الفكرة نفسها لكن وضع صيغ وشروط وتقاليد وطقوس مختلفة لكن الجوهر هو واحد أن هناك إله واحد ولا يسبح بوجود أي إله آخر وكل من لديه إله آخر لا يعترف به لا هو ولا إله ويجوز قتله والتخلص منه هي نفس الفكرة فكرة الجماعة البسيطة كانت أنه الجماعات تغزوا بعضها البعض من أجل الماء والكل والكل الحيوانات والموارد الشحيحة عادة تحولت يعني ارتقت هاي فكرة الجماعة والقبيلة البسيطة العشيرة والأسرة والجماعة وصلت إلى أقصى مراحلها اللي هي سموها الدين توحيدي ليش ليش توحيدي لأنه فكرة الرابط الجيني أو رابط القرابة أصبح رابط الدين انتهت رابط يعني رابط المدينة كان هو اللي أنشأت بسبب دول المدن وحولها رابط النسب اللي هو دول يعني حقول الفلاحين والبدو الذين يربط فيما بينهم القرابة بعد ذلك أتت الأديان ورجال الدين وقالوا لا ما نحتاج هذا الشيء نحتاج شيء يهيمن على الجميع لكن بقت الأسر يعني الأسر الدينية الكهنوتية مهيمنة على الموضوع وقالوا فصلوا قالوا هاي الأسر الكهنوتية دمها أزرق بشكل يعني مثلا اليهود قالوا من بيت لاوي فقط يطلعون ومن نس الداود هما دولا اللي اللي دمهم أزرق البقية دمهم بمبي المسلمين أيضا قالوا كل السلطة لقريش دولة قريش ولحد لا تحكم دولة قريش في المناسبة ودولة قريش لا أيضا نفسها قالوا لا مو كل قريش فقط بني هاشم واستمر الموضوع حتى يومنا هذا لكن فكرة النهائية أنه أصبحت الآل أصبح إله المدينة أصبح إله الإمبراطورية إله الدين وإله الدين هذا هو من يمثل يمثل مجموعة من الناس الكهنة وليس الحكام لاحظوا الفرق الهائل أصبح الكهنة هم سادة الناس ومن هنا ظهرت فكرة الولايات فقه مثلا من هنا ظهرت ظهرت فكرة البابا اللي هو يعني وكيل وكيل الإله أو هو يعني يأخذ مرتبة الإله على الأرض والولايات الفقهية ما معني يعني يعني أعلى من النبوة وكذلك عدل المذاهب السنية طبعا لا يصرحون بهذا علنة لكن هي بالحقيقة هكذا الناس تعبد رجال الدين ولا وجود لإله ولا أي شيء لأنه رجل الدين هو الإله نفسه يعني هو سواء ممثل إله أو غير ممثل هو نفسه يعني بالنهاية عمليا هو نفسه عموما هذا التطور التحول من إله المدينة إلى إله الدولة إله الدين أصبحت الحروب ليس بين المدن بل بين الآله أيضا ومن ينتصر له إله الذي ينتصر له حق أن يضم ليس أراضي الآخرين كما لأملاكه كما حصل عندما سبع الآشورين اليهود وبعدهم البابلين ونبو خنصر لا أن يضم يعني أن يضم أرواحهم له كان سابق أن يسبيهم لا يقول أنت لجب أن تخضع لديني وأن تؤمن بديني وتؤمن بإلهي مهما أنا لا أقبالي بأنك من مدينة أخرى ولا أقبالي بأنك من كذا وكذا من شعب لا الكل يجب يخضع لهذا الإله واجب أن تتخلص من إلهك هذه فكرة كانت جديدة جدا على البشرية عندما ظهرت المسيحية معنى آخر أصبحت الحروب ليست بين مدينة وأخرى ولا حتى بين بشر وبشر بل بين دين وبذهب آخر يعني ليس بين الدول ولا البشر ولا المدن أنما أصبحت بين الأديان والمذاهب نفسها وهذا الحال لحد هذه اللحظة ما زال موجودا هذا التطور أصبح يعني حتى يعني داخل المدينة نفسها أصبح الصراع على شكل بين آلية الأديان نفسها يعني المدينة نفسها انشطرت أصبح نوع من المدن التي يعني تذبح نفسها بنفسها مثل بغداد الصراعات والخلافات بين السنة والشيعة كانت كارثية وحتى بين السنة أنفسهم كانت الحنابلة ويكفرون الحنفية والحنفية تكفر الشافعية ولحد يعني القرن الخامس الهجري كان التكفير بينهم جميعا ومعارك ودموية فيما بينهم يعني كل من يقرأ تاريخ بغداد الخلفاء تاريخ بغداد للخطيب البغدادي والخطيب نفسه وقتله المسكين بس المهم هذا الحال هو يؤكد بأن المعارك صارت ليس بينهم بين آلهة آلهة الأديان فقط هنا أختم بالسؤال الأساسي وفقا للنص الإسلامي نأخذ النص الإسلامي المقدس كمثال وقول هل يمكن اعتبار إله الدين إلها واحدا أم إلها وحيدا هذا السؤال المهم معنى هل أن الدين الإسلامي هو دين توحيد أم دين تفريد بحسب بصلاح الدكتور خزعان وهنا أقصد أنا بالتفريد معنى الكلمة الحرفي وليس بالمعنى الأصول الإسلامي يعني التفريد معنى الأصول إنه التفريد الواحد الصمد لا أقصد معنى الحرفي كلمة تفريد عن بقية الآلهة يعني برأيي بصراحة أكو إشارات كثيرة تؤكد هذا لكن الأمر يبقى مفتوح للبحث بشكل عمق للحصول على جواب مقدع لكن هنا أفاتنا نتكر شيء مهم جدا وأن هذا تطور جديد من تحول إله المدن إلى إله الدين هو قلت أصبح الحروب بين الآلهة معنى أصبحت تعطش للاستحواذ على ما هو أبعد من البشر والأشياء اللي كان سمة الممبراطوريات قبل ديانات توحيدية وصل حد الأقصى في هذين الدينين وصل إلى حد أنه يمسخ روح الإنسان ويدمرها ويغيرها بالكامل وحسب ما شئته وبأي طريقة ودائما تجد الدين وظيفة الدين أن يضع المخطط لتدمير ذات الإنسان وشخصيته وروحه ووضع روح جديدة مكانها يعني وتلقى كل النصوص المقدسة وشروحاتها قائمة حول هذه الفكرة الأساسية وبالنتيجة يعني الشريعة هدفها ما هو أن يكون على الواجب المستولى عليهم والمستولى على روحهم واجب وحيد وهو إذعان أو الموت هذا كله يفسر الكثير من الظواهر التي رافقت انتشار الدينين أينما فرض وجودهما عبر التاريخ من هذه الظواهر طبعا وأغلبها الظواهر سلبية انتشار التخلف الفقر الجهل الظلم والحروب أيضا ظهور ظاهرة جديدة كليا ما كانت موجودة قبل الدينين بهذه الصورة وهي انتشار فرق ومذاهب فرائية متقاتلة فيما بينها من داخل الدين نفسه وكل منها تدعي مليون جهة وكل واحد يقول هو هذا الاله الخاص به طبعا هم يحولوها الدين السابق ستكون أمتي على سبعين فرقة وإلا واحد ناجي لكن هي بالحقيقة بالمقلوب هي هاي طبيعة الأمور هي الفكرة لا بد ان تنشطر هكذا لا وجد خيار آخر والسبب ليش لأنه دائما أكون نزعى داخل إنسان للتطرف والتوغل أكثر في التجريد لأن فكرة التجريد بعد انطرحت يعني أطلقها فلاطون وبثلة البشرية فيها فالناس بدأوا يجردون فكرة التجريد وتجريد التجريد صار عدنا مو بس تجريد الفكرة الإلهية وهاي أدت بالتالي أن تتطور الفكرة يعني من سعي إلى القضاء على إله المدينة أو إله الجماعة للصالح إله دين ما إلى القضاء على فكرة وجود إله للبشر كلهم أيضا وبغض النظر عن لونهم وجنسهم ومدنهم وهذا يتضح بالإسلام تحديدا عندما يقول فقد أصبح الدين كله لله حيلا يعني أصبح الدين حتى البشر ماكو داعي هذا التطور هو اللي جاي ندفع ثمن الباحت زدا حتى هذا اليوم وها طبعا لا أقصد القدح في الدين بل أنها هي مثكورة هي مثكورة كمطلب شرعي وفقا للنص الإسلام المقدس فهنا أسأل هاي يمكن أعتبار كما قلت هذا الدين هو إله واحد أم إله وحيد أختم وقول إله المدينة لو سأمنا لو دققنا بالقاموس اللغوي باللسان العرب ألا عرفنا بأن كلمة مدينة هي جدر اللغوي مانتها قريب لكلمة الدين يعني سواء على صعيد المعنى أو المبنى وهذا أمر يستحق مختلف لاحقا لأن المدينة هي بيت منطقة الحكم تسمى تقدم لها الدين وهذا موضوع عميق بعدين نتحدث عنه أسوى حلقة خاصة شكرا جزيلا وأسبوع وربما شوية صارت تداخل بعض الأفكار لأنني يعني استرسلت ببعض المناطق وأعتذر مقدما ترجمة نانسي قنقر